حدثني يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن أبي خالد حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أباي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فقمنا جميعا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ قال أصبت ما فلما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كبرا علي ولا إذ كنت في الجهيلية فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدري ففدت عرقا وكأنما أنظر إلى الله تبارك وتعالى فرقا فقال يا أبي أن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هو على أمتي فأرسل إليه أن هو على أمتي فأرسل إلي أن أقرأه على سبعة أحرف ولك بكل ردة مسألة تسألنيها قال قلت اللهم أغفر لأمتي اللهم أغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليومين يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف قال أسأل لهم عافته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاء الثالثة فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسأل لهم عافته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاء الثالثة فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزاري عن ابن أبي الليلة عن أبي بن كعب في هذه الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال المصيبات والدخان قد مضي والبطشة واللزام حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عمر بن علي عن أبي جناب عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلة حدثني أبي بن كعب قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال يا نبي الله إن لي أخا وبه وجع قال وما وجعه قال به لمم قال فأتني به فوضعه بين يديه فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب واربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق الصموات والأرض وآخر سورة المؤمنين فتعالى الله الملك الحق وآية وآية من سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا وعشر آيات من أول الصفات وثلاث آيات من آخر سورة الحشر وقل هو الله أحد والمعوذتين فقام الرجل كأنه لم يشتك قط حدثنا محمد بن سليمان الأسادي لوين حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا عمر بن سالمين الأفطس عن أبيه عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أضاءة بني غفار فقالا يا محمد وإن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف فلم يزل يزيده حتى بلغ سبعة أحرف حان أبو بكر بن أبي شيبة تحدثنا غنظر عن شعبة عن الحسن عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتىه جبريل عليه السلام فقالا إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأي محرف قرأوا عليه فقد أصابوا حسنا جعفر بن مهران السباك البصري حدثنا عبد الوارث عن محمد بن جحادة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأضاءة بني غفار فقالا إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد فقالا أسأل لها معافته ومغفرته فذكر الحديث إلى إن قالا إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فمن قرأ حرفا منها فهو كما قال حسنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبن نمير حدثنا يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعدي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أنا فلان بن فلاء فمن أنت لا أم لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلان بن فلاء حتى عد تسعة فمن أنت لا أم لك قال أنا فلان بن فلاء ابن الإسلام قال فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هذين المنتسبين أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثوهما في الجنة حتني وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله عن اسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني أبي بن كعب قال لكنت في المسجد فدخل رجل فصل فقرأ قراءة أنكرتها عليه فدخل رجل آخر فصل فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه فدخل هذا فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فقال له ما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا فقرأوا فقالا قد أحسنتم فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنتوا في الجهيلية الجهيلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب صدري قال ففضت عرقا وكأنما أنظروا إلى ربي طبارك وتعالى فرقا فقال لي أبي إن ربي طبارك وتعالى أرسل إلي فقال لي اقرأ على حرف فرددت إليه أن هو على أمتي فردد إليه ثلاث مرات أن هو على أمتي فرد علي أن اقرأ على سبعة أحرف ولك بكل ردة رددتها سؤلك أعطيكها فقلت اللهم أغفر لأمتي اللهم أغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليومين يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام